السلام عليكم مرحبا بكم معي في قناة كوبيزين حافظة اليوم بغيت نشارك معكم وصفة فطائر لمخنفر اللي غدي نحضرهم في المقلة العجيبة بمكونات اللي هي بسيطة وسريعة في التحضير والمدق دياله كي يجي رائع كي يجي خفيف وارطب وكي يستحق تجريبة وكي يعطينا كمية اللي هي كثيرة فإلا كنتم تشوفوا القناة الأول مرة ما تنسوش أنكم تشتركوا فيها بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بوصفاتي المقبلة فنخليكم مع بقية الفيديو من مقادير وطريقة تحضير لدينا في مكونات ديال المخنفر هنا ياخديت رابعة ديال دقيق الفورس يعني تقريبا زلافة ديال الفورس ورابعة ديال السميدة الرقيقة تهي تقريبا زلافة ديال السميدة اللي كتكون رقيقة وعندنا معلقة كبيرة ديال الخميرة حبيبات وعندنا القليل من الملح ربع ملعقة صغيرة وعندنا ملعقة كبيرة ديال السميدة وعندنا خمرة واحدة من فئة 7 جرام هنيا غادي نخلطه اولا غادي نجمع المكونات هنيا كندمج الدقيق الفورس مع دقيق السميد وغادي نضيف لي باقي المكونات هنيا كنتو بغوتو تتعبرو بالكيسان كتديرو جيش كيسان ديال فورس وجيش كيسان ديال السميدة وكنديرو نفس مقدار ديال الدقيق كنديروه الماء هنيا اخديت الماء اللي تكون دافي وغادي يخلط به المكونات هنيا عندنا في الماء تقريبا نصف لطر ديال الماء يعني اللي عملت جوز لايف ديال الدقيق غادي نعمل جوز لايف ديال الماء وهنيا في الاخير ضفت الخمارة هنيا خلطت المكونات بالفوي اولا هنيا تخلطه مزيان وغادي نعملهم هنيا في الكاس ديال التحان الكهربائي غادي نعمل في الخالط هنيا الخالط كيكون عندنا تكون خفيف شوية يعني ما تقيل ما خفيف وغادي نعمل الخالط يتخلط لنا جيدا واحد المدة ديال 3 دقايق من بعد كن نرجعه هنيا في الإناء ونيا غادي نغطيه هنيا كنغطيوها ببلاستيك غدائي ونجده هنيا خمر هنيا وحد المدة ديال ربع ساعة نجده هنيا خمر هنيا من بعد ما خليته خمر وحد شوية غادي ندوز باش نطيبو هنيا اخديت المقلات العجيبة لعلى هذا الشكل أبغيت نعملهم صغار كيف يمكن لكم تديروهم في مقلة كبيرة على هذا الشكل تقدروا تديروهم في مقلة كبيرة أو لمقلة صغيرة فأبغيت نشارك معاكم المخنفر في هاد المقلات كي يجي المنظر ديالهم جميل كندهنوه أولا للمقلة هنيا كندهنها بشوية ديال الزيت وكنضيف الخاليط هنيا على هذا الشكل كل شوية في كل وحدة هنيا العافية أو للنار كتكون متوسطة ما كتكونش مجهدة وما كتكونش خفيفة بزاف أو لمهيلة بزاف ومن بعد كنا نرشهم هنا يغيب قطارات من الزيت من الفوق هنا تقريبا كي يجي الشكل دياله تقريبا بحل البغرير يغيب والفرق بينه وبالبغرير أنه كي يطيب من الجهتين وكننا نديرو له الزيت أيضا من الجهتين هنا يا كنا من بعد ما كي يطيبوا لنا من الجهة الأولى كنقلبوهم كنقلبوهم على الجهة الثانية كي يتحمروا لنا من الجهتين هذا هو الشكل ديال المخنفر كي يكون على هذا الشكل كي يكون طيب من جو الجهات وكننا نعملو في القليل من الزيت فقط القليل فقط القليل وكننا نكملو بقية ديال الخاليط هنا يا من بعد ما كنا ندهنو بشوية ديال الزيت إلى شفت لينا المقلة من الزيت كنا ندهنوها بشوية وكننا نطيبوهم على هذا الشكل حتى كنا نكملو الكيمية كاملة اللي عندنا ديال الخاليط كيف ما كتشوفوا معايا الطريقة سهلة فان هي كنخليوهم يحتكي ينشفو لنا من الجوانب وصافي كنقلبوهم متنخليوهم مشتك ينشفو لنا بزاف اولا بزيان من الفوق باش ما يتحرقوش بزيان من الفوق فان ينشفو لهم بسهولة كيف يكون شكل ديالهم على هاد الشكل فهنايا في الخاليط تقدروا تضيفو بلاست سميدة رقيقة تقدروا تضيفو دقيق الفينو فيما كتتخلطو بالفينو او لب دقيق ساميد بجوجهم كيجي فيهم المخنفر رائع او لب دقيق 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 مضيق او لب د Perfect دقيق يستطيع اغنق إفسر衣 كيجي لهم هنا يمكننا نرافقهم مع العسل او مع الزبدة او لا نقدرون تناولوهم هكذا بوحدهم كي يجي الماضاق ديالو كيف ما قلت لكم الديد وكي يستحق انكم تجربو فما غاديش يخطاكم وهنايا غادي نقسم معاكم وحدا باش تشوفوها من الداخل كي يجي كي يجي مفش فش وكي يجير طبو خفيف ورائع وهنايا هديك وحدا اللي طيبت معاكم اللي هي كبيرة كجي على هاد الشكلتا هي كجي خفيفة ورائعة وطيبة من الجهتين كيف مشفتوا معايا كيجي متقب ومحمر وكان هذا هو الفيديو دياليوم كنتمنى أنه ينال إعجاب ديالكم وشكرا لكم على المشاهدة وإلى فيديو قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة